السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبابي ومتابعي ومشاهدي عالمنا عالم الزراعة الممتع طيبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اليوم هنتكلم مع بعض على نبات تير رائع وجميل وكيف نعتني به وكيف طرق الإكسار وتعالوا بنا نتعرف مع بعض على نباتنا اليوم نباتنا اليوم هو من أروع النباتات وأجملها في المنزل أو في الحديقة زي ما احنا شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن كثيف دائم الخضرة ألوانه جميلة جدا ورائعة بنقدر نزرعه في الصيص معلق أو في أوار عادي أو في حديقة المنزل أو داخل المنزل بس طبعا بشروط إذا كان داخل المنزل لازم يكون فيه إضاءة قوية حتى تساعد النبات على الإزهار وطبعا الشكل الجمالي للنبات وهو من النباتات العصارية هو خلينا نتفق على اسمه العلمي كالوسيسا ريبينس كالوسيسا ريبينس هذا الاسم العلمي وله أسماء طبعا عدة منها الزاحف اليهودي البوليفي أو كرمة السلاحف فله عدة أسماء شائعة بها ولكن الإسم العلمي زي ما حكينا كالوسيسا ريبينس وهو نبات زاحف عصاري الموطن الأصلي له أمريكا الوسطى والجنوبية ينمو في مناطق مظلة أو صخرية أو حصوية في الغابات شبه الاستوائية إلى الغابات الاستوائية وسريع النمو ويتحمل جميع الظروف الجوية يعني نبات ما شاء الله عليه تبارك الرحمن زي ما نشوفين أشكاله وكيف بنقدر نستخدمه كمنظر رائع في الحديقة أو داخل المنزل أيضا يعني رائع جدا وسهل الاكثار وسهل العناية يعني هذا النبات نبات من أربع النباتات صراحة ويتحمل جميع الظروف الجوية سواء الحارة أو التربة الجافة أو البرد القارس كمان يعني ما شاء الله عليه نبات ولا أروع من كده نبات طبعا هذا النبات وميزته كمان إنه سريع النمو ويتحمل جميع الظروف الجوية البرعم المزهرة تتصاعد تنمو الأوراق الرقيقة بشكل أصغر في اتجاه طرف اللقطة نصل الورقة بيضوي بيضوي الشكل طوله تقريبا من واحد لثلاثة سنطي وعرضه تقريبا سنطي يعني من نصف سنطي يعني ستين ميلي لنصف سنطي بتصل أحيانا للسنطي في الأوراق البعيدة تكون الشفرات أضيق من غلفة الأوراق المفتوحة المنتشر وهذا النبات الرائع الجميل يتكاثر بكل سهولة فهو من النباتات التي تتكاثر من خلال البراعم الطويلة الزاحفة التي تجزر في كل عقدة بمجرد وصولها إلى الأرض أزهاره البيضاء يعني هذا النبات تقدر أنك تأخذ منه بالعقلة أو بالبزرة طبعا البزرة بيكون يعني مش موجودة كتير يعني في جونا خاصة هون بيكون لأنه في موطنه الأصلي تقدر تأخذ من البزرة لكن في المناطق الأخرى يعني صعب أنها تكون البزرة موجودة فيه لأنه مش يعني ما بتعقد بسرعة فأسهل طريقة وأسرع طريقة لإكسار هذا النبات الرائع هي بكل سهولة أنك أنت تأخذ عقلة من هذه النبتة الرائعة بطول تقريبا 7-8 سنتي بتأخذها وإما تضعها في الماء حتى يصل تنمو إلها جزور أو تأخذها وتضعها في التربة مباشرة وإحنا عرفين كيف بناخد العقل من مثل هذه النباتات إننا بناخد طول العقلة تقريبا 8 سنتي ونزيل جميع الأوراق التي عليها ما عدا نترك يعني تقريبا 4-6 ورقات من الأعلى ونغرسها في الأرض مباشرة هذا الكلام حتى في أي وقت من السنة تقدر تزرع العقلة هاي النبتة الرائعة حينما تتوفر إلها الظروف الملائمة يعني توفر لها الظروف كيف الظروف الملائمة اللي تجزير وبدون يعني بدون هرمون تجزير ولا إيش إنك أنت بتقدر تأخذها وبتقيم كل الأوراق ما عدا 4-6 ورقات من أعلى العقلة وتغرسها في الأرض مباشرة أو تضعها في الماء حتى تنمو لها جزور وبالتالي تأخذها يعني عينما يصل الجزور لطول 3 سنطية أو 2 سنطية بتقدر تأخذها تزرعها في الأرض مباشرة وتصير عندك نبتة عادية تعاملها كمثلها مثل أي نبتة عادية عندك وأمورها بيكون إن شاء الله تمام وبيمشي حالا أو تضعها في التربة مباشرة في فصل الربيع يعني شهر 2 و 3 بتقدر تأخذ أي عقلة أو في أي وقت في شهر 2 و 3 بتأخذها بتزرعها في الأرض مباشرة وتنمو بفضل الله تعالى وبتكون نبتة جديدة وممتازة وبتمشي الحالة أما هذه النبتة بتقدر إذا زرعناها جوة زي ما حكينا في داخل المنزل فهي تحتاج إلى الضوء القوي لأن الضوء القوي يجعل أوراق الشجرة حمراء يعني إحنا لو نلاحظ في الصور نجد إن فيه بعض النباتات لونها أحمر والبعض أخضر فهذا يتحكم فيه درجة الضوء فكلما تكون إضاءة قوية وخاصة بيكون تحت أشعة الشمس كمان بتقدر تزرعه تحت أشعة الشمس أو أشعة الشمس المباشرة أو غير المباشرة بتقدر ينمو النبات وبشكل جيد وبس إنه لازم يكون فيه إضاءة ساطعة طبعا هاي تتراوح ظروف النمو المثلي بين تقريبا يعني الدرجة اللي بيقدر يعيش فيها هذا النبات من 22 من 18 إلى 22 درجة مقوية بيكون هذا النمو المثلي لها النبتة الرائعة لكن إذا قلت الدرجة فعادي ما في مشكلة وإذا زادت الدرجة كمان يعني حتى إذا ارتفعت درجات الحرارة فهو يتحمل درجات الحرارة وإذا خفضت أيضا حتى تحت الصفر فهو يتحمل كمان البرد ويتحمل السلوج ومشاء الله عليه يعني زي ما حكينا إنه يتحمل جميع الظروف الجوية وكمان هذا النبات الرائع يسمد يعني هو من النباتات التي تحب الرطوبة في التربة وهو يعني ما يحبش العطش وما يحب زيادة الماء لكن يحب أن تكون التربة دائما رطبة فإن تحافظ على رطوبة التربة دائما تأخذ شكل النبات رائع وجميل وطوله يصل حتى المتر تقريبا أو يزيد فهو من النباتات سريعة النمو وينمو بشكل جيد في التربة جيدة الصرف الغنية بالعناصر المعدنية وأتمنى أن أكون قدمت لكم بعض المعلومات المفيدة على هذا النبات الرائع وإلى أن ألقاكم في فيديو آخر مع نبات آخر أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه دمتم في رعاية الله وأمنه وسلامه ولا تنسوا الصلاة على النبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته